طب هل تتذكر حديثك حد من اللي بيغنوا عربي يصلوا حصوتهم للأوبرا؟ أنا في وقت من الأوقات طبعاً كنت يعني متحمس قبل عفاف رادي وبنسبة للرجال كان ممكن علي الحجار علي الحجار عنده حجارة جميلة طب في الأودام في الأودام مين؟ كانوا بيقولوا الأستاذ إبراهيم حمودة وده اشتغل مع يعني المطربة أم كلسوم في فيلم عيدة وبيقال إنها اختارته يعني إبراهيم حمودة بس هو ده ما كانتش أوبرا عيدة يعني هو فيلم عيدة ولكن أحنا عارفين ولكن بيقال إن صوته كان يصلح للأوبرا بالطبيعة كده بالفطرة يعني يجوز أه أنا كان فيه واحد كمان اسم محمد البكار طول الوقت يهزر كده ويقلبها مسكره لكن لا أنا مش فاكر أنا شفت الفيلم بتاع مكلسوم وعملنا حتى حاجة لزيزة قوي في الأوبرا جزء من الفيلم والفصل الثاني أو قصد يقول لحضرتك عملنا يعني عملناها على حدتين حتى الأولانية كان الفيلم بتاع مكلسوم والحتة الثانية كان فصل الانتصار بتاع أوبرا عيدة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ نشوف ايه اللي نقدر نقدمه مع بعض من الأعمال اللي هي فرنسية ولكن لها أصل أو جذور مصرية زي أوبرا مثلاً طاييس، أوبرا طاييس دي قصة واحدة ست من البنات يعني من بنات الهوى المتساكنة في اسكندرية وكانت جميلة جداً وكانت 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 كتب القصة بتاعتها واحد راجل كاتب فرنسي وألفها واحد راجل واحد اسمه باصني شارل باصني عمل أوبرا اسمها طاييس الاثنين فرنسيين؟ آه فرنسيين فهم عزموني على أساس ان اروح اتفرج على الحكاية دي آه فرحت واتفرجت عليها في بلد اسمها سان تيتيان وانا رجع بقى قالوا قالوا بقى قلت لهم انا عايز اجيب الأوبرا دي مصر وفعلاً جت مصر وطبعاً جت الدعوة بس انا ما حصلتش ما حصليش شرف لانا كان لازم ارجع يعني كنت في موهل قلت أدب لأك طب لو قلنا ترتيب مصر في الأوبراات ايه؟ تقول لنا هي ترتيبها ايه يعني؟ نشوفي عدلتك بصراحة آآ اوبرا عيدة اللي احنا اللي هي دلوقتي شغالة على خشبة المصرح آآ من أروح ما يكون انا يتايعلي نعم أجمل اوبرا عيدة موجودة وممكن تتعمل في آآ مصرح مأفور آآ اللي هي اخراج عبد المنعم كامل آآ وعبد المنعم كامل له باع جامد قوي في الاخراج لانه اخرج اوبرا عيدة في الهارم كمان آآ هو هايل آآ هايل جدا خلق جدا فنان كبير آآ طبعا فنان كبير عندنا اتنين تلاتة مغنين ممكن ينفعوا على الصعيد العالمي من إيمان إيمان مصطفى إيمان مصطفى وردى الوكيل ردى الوكيل وآآ زمان بس لو كان ناس جت لهم فرص يعني بس زمان بقى ما كانش في فرص كانت الفرص زي ما تقولي حضرتك بتؤخذوا غلابة تؤخذ غلابة طب يعني ترتيبنا يبقى ايه؟ لا بصي مفيش ترتيب لا فيه ترتيب ونص ده ما تقول حضرتك لا ده أنا أنا فخور جدا بالمركز ثقافة قوم بتاعنا آآ لأنه من يمكن من واحد من ثلاثة في العالم بيقدموا كل هذه الألوان من الفنون آآ يعني انت لما تبص تلاقي مكان في بالي وأوبرا وسيمفوني وقرالات وثلاثتاشر فرقة بتقدم فنون مختلفة على الأشخاص إلى جانب الناس اللي بتيجي من بلد بره إلى جانب الإمكانيات الفنية تحت خشبة المصرة آآ تكنولوجيا آآ ده من يمكن يمكن واحد من أحسن ثلاثة في العالم والله آآ والله يعني نعتبر الأوبرا بتاعتنا واحدة من أحسن ثلاثة أوبرات في العالم كمركز ثقافة كمركز ثقافة كمركز ثقافة لأنه فيه التوليفة دي طب ومين الاثنين التانيين اللي هما؟ لا أنا شفت مثلا فيه كوريا في الصين فيه حاجات كده ودلوقتي ما بقتش الأوبرا متخصص قوي آآ غير في بلاد أولهيلة يعني زي مثلا النمسا أو الميتروبوليتين الأوبرا في نيويورك أو 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 الهيلين جدا وبيروحوا لهم المرتدين بتاعتهم والجماهير بتاعتهم من كل حتة في الدنيا ولكن مركز ثقافية دلوقتي هي اللي أصبحت آآ التيمة الكويسة هو ده المنطق الجيد لتقديم فنون متعددة وترضي جميع الأزواق في بلاد شكرا